محصول الخيار هو واحد من المحاصيل الصيفية الهامة التي تزرع في أرض حورا وتعتبر من الخضار الرئيسة على المائدة السورية إلا أن ذروة الانتاج أثرت بشكل كبير على انخفاض تسعيرتها في السوق المحلية كما يقول المزارعون هون نشتغل بأرضنا مشان نشغل غيرنا وشغل عمال الدرويشة مشان نتاكل خبز ما فيه ذلك الانتاج يعني مثل الخيار هون الساعة مخسر يعني مكلفنا كيلو 600 ليرة عم نبيعه 400 ورقة هرستون البطيخ مكلفنا 1000 ليرة عم نبيعه 500 يعني كله مخسر كله خسارة ما فيه مرابع ما فيه والمزوت غالي والكهربة غالية كله غالي عم ناخد بير كهربة ندفع أجاره 10 ملايين هرستون هو مكلفه لصاحبه قديش مليونين ليرة يعني كله كله ملاحق بعضه إلوه يساعدون شوي رخصه المواد رخصه السماد رخصه عرستون يساعدون شوي خيار عم نحوشه هلاء ومع بيطالع كيلفه يعني الساعة اللي عم يجيبه ومع بيطالع كلفة بس أحواشه فقط أحواشه باتانه عسوه فقط بدنا نشلعه بس لأجي المافعة تتوفى معنا بس يفتحون لنا هيك كنسروات مثلا معامل المخلال تصدير الجهات الحكومية في محافظة درعا سعت وفق الإمكانيات لتأمين الفلاحين بمستلزمات الإنتاج من محروقات وأسمدة مع متابعة مستمرة لعملية جن المحصول في ظل مطالب مستمرة لزيادة الدعم للفلاحين الانتاج المقدر لمحصول الخيار في محافظة درعا لهذا الموسم يصل إلى أكثر من 7000 طون طبعا يتم تصريفه في السوق المحلي وأسواق دمشق يزرع الخيار على عدة أجيال في المحافظة درعا لكن الذروة تكون بمنتصف الشهر السادس حتى بداية السابع وهذا ينتج عنه إذا ضخ السوق بكميات كبيرة من الخيار في مدة زمنية قصيرة والخيار طرف ومحصول أو منتج غير قابل للتخزين إلا عن طريق التصنيع أو التخليل أو التصدير نحن كمدرية زراعة قدمنا الدعم للأخوة الفلاحين عن طريق أعطاء المازوت للخضار الصيفية من خلال دفعات توزع حسب المساحة المخططة وكشوف الحسية لجميع الأخوة الفلاحين المزارعين لمادة الخيار وكل الخضار الصيفية إيجاد آليات منظمة عبر الجهات المعنية لتنظيم عملية التسويق والتصدير لمحصول الخيار قد يساعد الفلاح الحوراني في الاستمرار بالزراعة والإنتاج وتخفيف الأعباء عنه فراس الحمد لقناة سامر الفضائية ريف درعا